تعالوا بقى نروح يا حضرات لي معسكر الفريق في النمسا والحقيقة انه بيشهد اجواء زي ما كنا بنتكلم من شوية انا ومارين ما حضراتكم اجواء متميزة جدا سواء تدريبيا او حتى ترفيهيا يعني بنشوف على طول لقطات لطيفة جدا كلها ضحك ومرح بين اللعيبة في الملعب وكمان شفنا لقطات جميلة جدا بعد ما سافر لهم كابتن محمود الخطيب طبعا عشان يدعمهم في معسكر الاعداد ودي نقطة في منتهى الاهمية والليها نعكسات طيبة جدا معنويا على الكل الحقيقة وطبعا شفنا كمان اللقطة الكتير جدا بقى من المواقع وقفت عندها السوشيال ميديا كابتن بيبيو طبعا هو بينطق الكرة وبيديها الابشة في منافسة لطيفة جدا ما بينهم كالعادة كابتن محمود الخطيب ساحر كرة القدم كمان كولر كان حريص انه يدي اللعيبة يمطر فيه كنت انت تتكلمي من شوية في النقطة دي يا مارين عشان يعمله كمان جولة حرة في فيينا انبارح بحيث يقدروا يكملوا تدريباتهم النهاردة بشكل طبيعي وبرضو تابعنا الايام اللي فاتت ان التدريبات كانت على فترتين فترة صباحية واخرى مسائية والفريق من كل النواحي اللي حقيقة كان فعلا في امس الحاجة لهذه الفترة من الاعداد دي اللي اكيد ان شاء الله هتنعكس بالاجابة على كل اللعيبة قبل بداية الموسم الجديد وقبل كمان ماتش السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمة الجزائري في منتصف الشهر الجاري ان شاء الله طبعا بجانب المنافسات بقى الاخرى دولي السوبر الافريقي كمان اللي حيبتدي في اكتوبر وكافة استحقات النادي الاهلي في الموسم الجديد ان شاء الله مهم جدا طبعا نعرف تصرحات كابتن خالد بيبو ومزير الكرة بالنادي الاهلي كان ليه الحقيقة عدد من التصرحات المهمة بخصوص المعسكر واكد ان جميع اللعبين لديهم حماس كبير جدا خلال التدريبات طبعا ده بجانب تركزهم في كل تعليمات كولر اللي بالتأكيد بيدرب اللعبين على اساليب بقى وخطط جديدة استعدادا للموسم الجديد يمكن عايز على الجزئية دي تحديدا في نقطتين الاولى ان يعني برغم ان كولر طبعا نجح فيه حصد كل البطولات ويمكن هو قال كمان انه يمكن اول مرة يحصد هذه البطولات في هذه الفترة القصيرة جدا مع اي نادي يمكن اللي شاركنا فيها طبعا انه ما كانش عنده فرصة يدرب اللعبين على خطط واساليب مختلفة ده طبعا زي ما احنا عارفينه هو يمكن اشتاكى من ضيق الوقت وتلاحم المباريات على مدار الموسم الماضي ده الحقيقة كان عندنا ضغط كبير جدا على مستوى المباريات ده اول نقطة دي نقطة عايز اتكلم فيها هي وجهة يعني نظري اكيد ان معسكر النمسا هيغير كتير جدا من اساليب اللعيبة برغم من لعبة الاهلي يمكن انهت الموسم مسيطرة على لقب الافضل فيه كافة الاستفتاءات الا انهم هيظهروا مختلفين تماما فيه الموسم الجديد تحت قيادة قولوردان لانا متأكدة منه واكيد جماهير النادي الاهلي كمان متأكدة منه لاننا شفنا اداء مختلف جدا وتميز اكتر من لاعب خلى شكل الفريق كده ومضمونه رائع الحقيقة وشكله يعني مشرف جدا امام جماهير النادي الاهلي ويمكن طبعا زي ما احنا عارفين شفنا مسابقة الدوري يمكن هناها واحنا اقوى خط هجوم بتسجيل 63 هدف واقوى خط دفاع يمكن طلقة النادي الاهلي 13 هدف فقط فاللي انا بتكلم فيه انه اكيد هنشوف الفريق يا كريم ليه شكل مختلف فكرة ان كالر بدأ معاهم من الموسم الجديد وفكرة كمان ان فيه معسكر مغلق تم يعني تنفيذه فيه النمسا يمكن ده ما حصلش بقاله سنوات كتير جدا ويمكن اختيار كالر ان ده يكون معسكر في بداية الموسم اكيد هنشوف شكل الفريق مختلف تماما لانه يمكن زي ما احنا بنتكلم مرارا وتكرارا ضغط المباراة وتلاحه المباراة خلال فترة الماضية يمكن ما كانش مخلي كالر واخد راحته قوي فكرة انه هو يعني يرسم فريق خاص به وخاص بالتكتيج بتاعه وخاص بيمكن كل الخطط او الجمل الخططي اللي هو بيضعها فاكيد هنشوف خلال الموسم الجديد شكل مختلف تماما لفريق النادي النقطة اللي انت قلتها من شوية مريم تستحق الوقوف امامها وتأملها شوية لما كولر في 11 شهر حصد العلامة الكاملة وثبت وطرات في زر القياسي لأ وبيقولك ايه بيقولك يعني ان ما كانش عنده وقت كافي انه يعني مرن اللعيبة على اساليبه على خطط جديدة اما لو عنده بساحة الوقت كنا عملنا هي ستة كون لا ان شاء الله هنشوف اكيد موسم قوي جدا يا كريم خاصة يعني ان احنا شفنا شغل من نار في بداية الموسم شايفينه هو بيحصل على ارض الواقع بنتابعه لحظة بلحظة في معسكر النمسا شايفينه هو يعني الراجل مركز جدا ان هو يكون موسم قوي اقوى كمان يعني من الموسم الماضي مش بس السبات على يعني الخماسية ولكن الحقيقة ان احنا بنطمح اكتر واكتر في عدد كبير من البطولات